العالم عالمين والعالمين واحدة مفيش زيها احنا وبس حقيقي يعني شوفت ده اللي انا كنت بقولك علي المشهد اللي انت شايفه قدامك ده البحر موجود بس اللي يعرف يستغل البحر انك تعمل مبنى موجود بس انك تعرف تعمل هذا الشكل والتصميم الجمالي انك تبقى زاكي في التصميم وفي ناس وقت التصميم يبقى حلو وتاخد الزوايا بتاعتك وتعمل حسابات حركة الهوى والرياح والبيوت كلها تبقى قادرة انها تستمتع بهذا الشكل وهو ما يلازل كده كده تقول طب يا يوسف وش مال الطريق اللي احنا بنسميه قبل الطريق اقولك كل وجهات بحري كلك ما فيش عمرة وجهتها مش بحري كلك بتاعت كل الناس مهرجان بكرة ده ده مهرجان بيوديك في حتة تانية خالص تماما شاكده انا مبارحكو تبقولك ايه بقولك يا جماعة انا فعلا مبسوط اوي 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 بالطريقة اللي بقينا بنسوق بيها لنفسنا ولمنتجنا السياحي وللمدن بتاعتنا واللي سواحلنا ومشروعاتنا السياحية ومشروعاتنا الاستثمارية العالمين وجهة استثمارية ما هياش مجرد وجهة سياحية لا وجهة سياحية يبقى احنا بنتكلم على حاجة بتشتغل لها شهرين ونص كل سنة والسلام عليكم العالمين او مهرجان العالمين ده عشان بقى اجيب لك من الاخر المهرجان ده مش معمول علشان نقول للناس وقنابا جماعة احنا عندنا صيف جميل وعندنا مهرجان حلو وترفيه ورياضة وما الى ذلك الحاجات اللي حواليها والعمرات الشياكة والتصميمات البارعة وازاي نقدر نضفر ما بين المية وما بين الرملة وما بين السماء وكل الكلام ده وتعالوا ايه اتفسحوا عندنا شهرين ونص في السنة لا المهرجان ده بيبص لما هو ابعد من كده بكتير العالمين اتعاملت مش بس علشان كده العالمين اتعاملت علشان تبقى مدينة موجودة على الارض مسكونة بكل الناس من كل الجنسيات اللي في الدنيا لانه العالمين معمولة كوجهة استثمارية مش مجرد وجهة سياحية مش هتروح انك تتمشى في العالمين وتنزل للبحر وتلاقي محلات حلوة تعمل شوپنج وسلاموا عليكم لا 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 العالمين دي شركات ومصانع وجامعات مش جامعات ومش مدرسة مدارس لكل المراحل بيوت لكل الفئات والمستويات المالية انا محبش كلمة المستويات الاجتماعي دي كلمة طبقية جدا بالنسبة للناس اللي زي حالاتي فلكل المستويات والحدود المالية فيه هناك دايما ليك مكان وليك متسع محترم وانساني المهرجان ده هو الطريق المثلى الذكية الجميلة للتسويق للعالمين الجديدة كوجهة استثمارية فتلاقي اسمه ايه العالم العالم عالمين يختصر العالم هنا في دي العالم يختصر في هنا مش يختزل الاختزال قد يخل بالمعنى او يخل بالمحتوى اما الاختصار فهو تركيزه العالم مختصر في العالمين العالم كله زمان جي العالمين هنا في حرب لكن العالم كله جاي بدءا من بكرة فيه سياحة وفي طرفيه وفي الرياضة وفي استثمار في حياة العالمين قلب نابط جديد مصر لها اكثر من قلب فيها قلبها النابض عاصمتها الرئيسية القاهرة الاصلية لها قلب اداري نابض اسمه العاصمة الادارية الجديدة لها قلب استثماري نابض في الشمال اسمها العالمين الجديدة مصر ده لسه هيبقى وهتشوف عشان كده كنت بقولك ولسه بقى لما تدقى يعني يكتمل بس ايه الحلم بتاع سفينكس الجديدة وتبقى وكأنها عاصمة سياحية ايضا اوى العاصمة المتعلقة بالسياحة الثقافية عندك طيبة لقصر مصر فيها كل حاجة لكن اللي انت شايفه قدامك ده دي حدوتة كانت بتتكتب بقالها كذا سنة من اول ما كنا لسه بنتساءل هو ايه اللي بيحصل على البحر في الحتة دي ايه اللوادر دي الناس دي بتشتغل بتعمل ايه انا بقولك دي اسئلة بجد كنا كلنا بنسألها قبل ما نعرف ايه اللي هيحصل لان احنا تعودنا في جمهورياتنا الجديدة تعودنا مع فخامة الرئيس عبدالفتح السيسي على ايه مفيش حاجة بيعلن عنها وتفتتح غير وهي ايمة وقفة فكنا بنقعد نزق احنا شايفين اللوادر وشايفين شركات وبيسووا رملة وبيعملوا ايه في البحر وبيشقوا حاجات حدش فاهم حاجة ايه اللي بيجرى يعني بعد شوية لقينا بدأت هياكل تطلع على سطح الارض الله هو ايه اللي بيجرى قالك لأ دا احنا بنعمل بقى حاجة اسمها العالمين الجديدة ايه كماعة العالمين الجديدة دي فضلة الاسئلة تجد اجوبة من شهر للتاني للتالت للرابع لسنة للتانية هب لقينا الحلم دا قدامنا هب لقينا الحكومة في الصيف تبقى موجودة هناك وتجتمع وفي مقارات للحكومة اه الله دا جامعة اهلية الله دا الاكاديمية العربية الله مدارس دا فيه مصانع دا فيه شركات دا فيه مهرجان عالمي كبير دولي يجيله مليون بني آدم من مصر من الدول العربية من أوروبا مهرجان بالزبط بالزبط زي الحاجات اللي هي ايه المقولة الكبيرة اللي بتتعامل برا اللي انت كنت طاعت تقول ياها معقولة احنا امتى بقى مصر هيبقى فيها حاجة زي كده اقولك اوه حاجة تانية خادص طيب ترجمة نانسي قنقر